تصديف مصر غدا فعليات مؤتمر قمة دول جوار السودان حيث يبحث المؤتمر سبل إنهاء الصراع الحالي والتدعيات السلبية له على دول الجوار وضع أليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية بالتنصيق مع المصارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن استضافة مصر للمؤتمر تأتي في ظل الأزمة الراهنة في السودان وحرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها مع الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل